السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يورجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسنة وبعد العبودية لله سبحانه وتعالى والقواعد التي تساعد على العبودية لله سبحانه وتعالى كلمت معاكم في الدرس اللي فات عن أهم ثلاث قواعد هي عبارة عن وسائل معينة على طاعة الله سبحانه وتعالى كلمت معاكم عن مسألة طلب العون من الله سبحانه وتعالى وقلت لكم إن كل الصالحين سألوا من الله سبحانه وتعالى العون على الطاعة وقلت لكم سر طلب العون إن الطاعة ضعف الإنسان ضعف الإنسان أنا كإنسان أنا ضعيف حوالي شياطين مثبتين وحوالي ناس بتضعفني عن الطاعة وحوالي مجتمع ما بيساعدنيش على الطاعة ومعايا نفس يعني صعب جدا نهاية عبد ربنا عز وجل وبتستثقل جدا الطاعة عندي ذنوب بتقرقني ومعاني من الطاعة كل ده بيخلي الإنسان ضعيف يحتاج إلى تدخل خارجي هذا التدخل يكون من الملك سبحانه وتعالى بعون الإنسان على الطاعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو يقول رب جعلني مقيمة الصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يسأل الله عز وجل العون على الطاعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لا تدعونا أن تقول دوب لقول الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كان المعين التاني هو التوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى وقلت لكم الفلسفة بتاعتها أن العبد كلما كان صاحب ذنب كلما كان هذا ذنب بمثابة القيود والسلاسل والغلو والأغلال والقيود اللي بتقيد الإنسان فهو صعب عليه أنه يتحرك حركته هتبقى بطيئة جدا هيبقى صعب عليه جدا أنه يعبد ربنا عز وجل إنما بالتوبة والاستغفار تنحل هذه القيود ويصبح الإنسان أكثر من نشاطا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى القاعدة الثالثة كان التذكر الأجر وقلت لكم أن التذكر الإنسان للأجور المتعلقة بالعبادة أو بالعمل الصالح ده بيساعد الإنسان كثير جدا جدا أنه يكون عبدي لله سبحانه وتعالى وكنت بقول لكم الدرس اللي فات حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أرسل النبي أبا موسى الأشعري في سرية في البحر فبينهم كذلك في ليلة مظلمة قد أنزلوا الشراع إذا بمنادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرة قال إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه له في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الضمأ فكانت النتيجة فكان أبو موسى يتخير يوم شديد الحر فيصومه الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا في غزوة مؤتة وكان قدر الجيش في الوقت ده جيش المسلمين تلت تلف وهم في الطريق سمعوا إن جيش الروم قدروا 200 ألف يعني كل واحد من الصحابة وقصادوا 66 واحد من المشركين فكانت النتيجة إنه وقفوا فوقفوا في الطريق طب أنتوا خارجين لعبادة اسمها الجهاد من أعظم العداد عند الله عز وجل فوقفوا في الطريق لأن العدد مهول نبعث للنبي صلى الله عليه وسلم نقول للنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لنا مدد طب نستنى لحد من النبي يقول لنا نعمل إيه طب نكمل طب نقف طب نرجع فها هنا عارف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إن من أعظم الأمور المعينة على طاعة الله عز وجل هو تذكر الأجر فقال أيها الناس إن الذي تخفونه هو الذي قد جئتم إليه قوموا فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين أنتوا كده كده كسبنين إما النصر وإما الشهادة فعند ذلك قوت قلوبهم وخرجوا بالفعل إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فكلما كان الإنسان يعني متذكر للأجر كلما الإنسان بسرعة بيبقى سهل عليه أنه يعبد ربنا سبحانه وتعالى لذا أنا دايما بقول لكم اسمعوا سلاسل عن فضائل الأعمال كلما هنسمع حديث في فضل عمل معين أنتوا هتلاقوا نفسكم بدون أن تشعروا حريصين جدا على أداء هذا العمل وبصوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل من الأعمال الصالحة في عشرات الأجور عشرات الأجور وده بيسهل على الناس كتير جدا بيسهل على الناس كتير جدا البذل في مرة كنا عملنا مشروع عندنا في المنصورة مشروع خير كده لإسعاد الأسر الفقيرة فكان سبحان الله لقيت عاملة في المسجد جاية بتتصدق بمبلغ فبقول لها طب إيه أنت أولى أنت يعني زوجك متوفى وعندك أربع أولاد وإنت عاملة في المسجد فأنت يعني خلي المبلغ ده ليك والأولادك قالت لي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أنفقتم من نفقاتين فهو يخلفه يطان قالت الآية مش صح ولكن هي قالت الآية بالمعنى قالت أنا لما هطلع ربنا هيبعتلي ربنا هيرزقني اللي سعدها في الموقف الجميل ده أوي أن هي تروح تبذل رغم أن هي محتاجة أن هي كانت عرفة أن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي ويخلف وأن ربنا سبحانه وتعالى إذا رأى إنسان يتصدق بصدقة فإن الله عز وجل يفتع عليه من أبواب الأموال الكثير جدا يا ابن آدم أنفق أنفق عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال اللي سعدها أن يتذكرت الأجر فلما تذكرت الأجر بقت العبودية عليها سهلة القاعدة الرابعة أو القانون الرابع من الأمور المعينة على الطاعة الذكر الآخرة تذكر أن الإنسان منه خلاص بينه وبين الموت لحظات أن يتذكر الإنسان منه قرب وصوله إلى المرحلة الأخيرة أو المحطة الأخيرة في عمره دايما الإنسان لما بيستشعر ده أو بيوقن بده لما الإنسان بيوقن أنه خلاص بينه وبين الموت لحظات بسيطة جدا بتكون نتيجة أنه عايز يفزع للعمل الصالح لأنه استشعر خلاص أنا مقبل على الدار الأخيرة والدار الأخيرة لا ينتفع فيها الإنسان بعد فضل الله ورحمته إلا بالعمل الصالح عشان كده ربنا قال لنا أن اللي بيموت بيتمنى أن يعود إلى الدنيا اللي عمل صالح حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل أنا عايز أكون عبدي لله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى وبيبين لينا الحقيقة دي أن من أيقن بقرب الموت وقرب الآخرة بيصعى للعمل فقال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقوا أكم من الصالحين كل اللي بيأيقن أن الآخر أرابط منه بيفزع للعمل الصالح وعلشان كده بنشوف ناس لما بتعرف أن عندها مرض كبير ومرض خطير وخلاص هي في الأواخر بنلاقيها بتفزع للأعمال الصالحة ويبقى سهل عليها تتصدق ويبقى سهل عليها إن هي تبذوا الأعمال صالحة كثير جدا طب ودوني أعمل عمرة طب العايز أحجي طب خدوا الملدى للفقراء طب ودي الملدى لملجأ أيتام طب اعملوا كذا هو ليه هو أيقن أن الآخر خلاص الرابط لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما لما علم أن ذكر الآخر دايما بيجيب عمل صالح وبيكون معين على العمل الصالح كان دايما بيأكد لنا على هذه الحقيقة فيقول للصحابة وهم بيسوي صفوف قلب قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع صلي صلاة الندي آخر صلاة لك وانت هتنتقل إلى الأخرة بعدها كيف تتصلي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصى أصحابه قال كما أوصى معاد قال أعدد نفسك من أصحاب القبور شوف قبل ما تعمل العمل قول خلاص أنا هموت دلوقت وشوف يا ترى إذا كنت هتموت دلوقت أنت هتعمل عمل دا ولا لا تحب تموت عليه ولا لا وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في القرآن إن من أكتر الأشياء اللي بتساعد الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى وبتسهل عليه العبودية لله سبحانه وتعالى هي قضية ذكر الآخرة شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال إيه قال ويطعمون الطعام على حبه وهارجع للكيمة دي تاني مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لواجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا لو سألت حضراتكم الآن سؤال يا ترى الناس اللي كانوا نزل تيم هذه الآية كانوا في حالة حرب ولا في حالة سلم كانت حالة حرب لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول وأسيرا ويطعمون الطعام على حبيه مسكينا ويتيما وأسيرا مسكينا ويتيما دابوا مات وأسيرا دا واحد أسير حرب إذن كان الوقت وقت حرب طب وقت الحرب الأسعار بتاعها بتحصل أزمات والإنسان اللي معاه شوية أكل بيخبيهم وبيعنهم عشان دول أنا مش عارف بقرة هيبقى في إيه ربنا بيقول لنا ويطعمون الطعام على حبيه حبيه هنا معناه يعني على شدة الحاجة إليه كما قال فريق من أهل التفسير وبعضهم يقولون على حبيه كانت قلوبهم معلقة بحب هذا الطعام ومع ذلك سواء كان يعني هم محتاجين للطعام أو بيحبوا النفس مش سهلة عليها أنها تبذل الطعام ومع ذلك هان على هذه الأنفس أنها تطعم هذا الطعام للمسكين واليتيم وللأسير ويروي أهل التفسير في بعض الأثار أنها نزلت في علي بن أبي طالب ولكن الإسلام طبعا ضعيف أنها نزلت في علي بن أبي طالب وكان ألمك إلي ثلاثة أرغفة فضق يتيم وضق مسكين وضق أسير فأعطى لهذا رغيف وهذا رغيف وهذا رغيف يعني طبعا وأسانية طبعا زي ما قلت لكم ضعيفة لا تصح ولكن خدوا المعنى خدوا المغزة أنه لا يملك إلي ثلاثة الغفل وهان علي أن يطلعهم اسأل نفسك ليه هان علي أن يطلعها ليه نزل الآن في مقام العبودية بالبذل مما يحب لله سبحانه وتعالى هتلاقي ربنا يقولك أنه كان المفتاح الأساسي أو المعين الأساسي لهم على العبودية الله عز وجل ذكر الأخرة قال ويطعمون الطعام على حبيه مسكينا ويتيما وأسيرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إننا نخاف إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرة خفهم من الأخرة خفهم من هذه الدار خفهم من هذه الحياة الأخراوية ده اللي ساعدهم أنهم يعبودوا ربنا سبحانه وتعالى بل وشوفوا برضو في صورة النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأوصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إمتى التاجر يسهل عليه أنه يقوم قافل المحل بتاعه ويروح يصلي إمتى صاحب المصنع يوقف في المكان ويقول لهم دلوقتي هنصلي إمتى يسهل عليهم ده؟ هيسهل عليهم ده أنهم يحققوا العبودية؟ حتى ابن سعود رضي الله عنه بيذكر في هذه الآية أن الرجل من أصحاب رسول السلام وكان في السوق ومعه الميزان حط السلعة في الميزان حط بقى القطع الحديدية اللي هي الوزن بقى عشان يحطها في الكفة التانية فسامع الأذان فأنزل الميزان وأوقف الصفقة وذهب إلى الصلاة وعاد هو إيه اللي سهل عليهم ده؟ إيه اللي سهل عليهم ده؟ في حين إن إحنا شايفين عشرات ومئات وألاف من التجار لا يفعلون هذا ليه؟ ليه بنشوف واحد جنب المسجد قفل المحل بتاعه وعلق اليفطة النورانية مغلق للصلاة والمحل اللي جنبه قال ما نش قفل وقعد في يبيع ويشتري وهو سامع الأذان ليه؟ اللي يسر على واحد منهم أمر العبودية لله عز وجل فأفعل المحل هو ذكر الأخرة قال الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة بصوا لبعدها يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اللي ساعدهم على إقامة العبودية دي لله سبحانه وتعالى إنه كان خايف من الأخرة سيدنا سلمان الفريسي كان يقوم ليلا طويلا بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي ويبكي فلو قالوا له انت ليه بتصلي قيام ليلة كثيرا طويلا في جوف الليل قال ركعتاني في جوف الليل لظلمة القبر أنا بصلي بالليل دلوقتي عشان ظلمة القبر ربنا ينور لي قبري شفتوا شفتوا المعنى فما هان عليه طول القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا وكان السبب الأساسي في ده هو استشعار الأخرى استشعار خلاص الموت قرب استشعار إن الموت قرب استشعار القيامة استشعار الآخرة وبين لين ربنا سبحانه وتعالى المعنى ده إن من أعظم المعينات على الطاعة ذكر الإنسان للأخرة فقال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما القانت العابد القانت الطائع وبعضهم بيقول القانت هو يعني قريب القلب أو خاشع القلب طول الليل قلبه أريب أوي من ربنا قلبه خاشع أوي من إدين ربنا قلبه مخبت أوي من إدين ربنا وهو يصلي بين يد الله بين قيام وبين سجود إيه اللي سعده على ده؟ إيه اللي سعده أن يعبد ربنا بهذه الطريقة؟ ذكر الإنسان مننا للآخرة فقال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه هو خايف من الآخرة فلإن خايف من الآخرة هو آم وقف بن إدين ربنا سبحانه وتعالى ولو سألت عن سر نجاح سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وإزاي هذا الرجل كان ما شاء الله لا قاتل الله فلت من الفلتات كده في العبودية والطاعة وإقامة العدل في الأرض العبودية اللي بينه بين ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي دايما إن كانت دايما الآخرة دايما هنا كده بين عينيه دايما الآخرة هنا كده بين عينيه فدي اللي ساعدته إنه يكون عبد طائع لله سبحانه وتعالى وده اللي إحنا محتاجينه لو عايزين بالفعل الإنسان منه يعني يكون أكثر طاعة اسمع كتير عن الآخرة اسمع كتير عن الحساب أول ما يسأل عنه العبد من عمله في الصلاة يعني أول حاجة هقف بالإيدين ربنا وربنا يسألني عنها وأول حاجة ربنا يسألني عنها الصلاة لا أنا هدوم على الصلاة أنا خايف من الموقف ده أنا خايف من الموقف ده فكلما كان الإنسان منه أكثر ذكرا للآخرة كلما سهلت عليه الطاعة وده اللي أنا قلت لكم عليه هي فلسفتها باختصار تخيلوا الآن واحد مضيع للصلاوات ومضيع للعبادات وفي لحظة قالوا له انتهت نوت ونمكن حكيت لكم قبل كده قصة حد كان يعني بيصلي في أحد المساجد كده يعني يعني كان حد جار المسجد كان لا يوصلي بعيد تماما عن الصلاة لا يوصلي وكان الراجل ده يعني زي معلم كبير كده وبلطجي وحواليه بلطجية وحواليه الصبيان بتوعه ويروحوا الأرض دي بتاعت مين ده بتاعت الحج فلان مسافر السعودية لا الأرض دي بتاعتنا كده وضع يد سرقوا أرض الناس وأكلوا أموال الناس بغير وجه حقه وآدوا الناس الراجل ده ابتولي بمرض شديد جدا هو كان من طبعه ان هو ما بيحبش عود أدوية فزقته كلمة الدكتور وقالت له دكتور هو ما بياخدش أدوية فانت بقى ايه قبر له الموضوع فالدكتور بقى ايه حاب يقبر له الموضوع علشان يحافظ على الدواء ويغد الدواء بانتظام فالدكتور يعني ايه يعني 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 وسع الأمر بالنسبة له قوي هدوله خلاص ده انت في المراحل الأخيرة ده انت هتموت خلاص ده انت رابط مش عارف ايه وانت كده وانت كده وانت كده وانت كده ونمشي على العلاج وإحنا مش عارفين انت ممكن تعيش ولأ وانت مدتك في الحياة خلاص الرابط وانت خلاص علوشي اخرا نزل من الدكتور جالي سيلا المسجد ما جاء ي يا رب ولا الارت الفلانية وترجع للفلام وفلامه among otherfelss وسعيدني إلى التخلص من المظالم وما عندهش حاجة هو بس الدكتور شد عليه شوية عشان يقود الدور بس أول ما ستشعر إن خلاص أنا هموت أم سهل كل ده مش عايز حاجة أصلا أنا عايز بقى أحلمني بقى أصل إزاي أحلمني أنا وربنا كده يعني والله أنا فيتقاعد أول سبحان الملك سبحان الملك سبحان الملك فمن أعظم المعينات للإنسان على عبادة ربنا سبحانه وتعالى إن دايما حط الأخرة بين هناك وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن النجاة في الأخرة لا ينفع فيها أولاد ولا ينفع فيها أموال لا ده كله هيسيب بعضه يعني يوم يفر المرء من أخيه وأميه وأبيه صاحباتيه وبنيه ولا يبقى الإنسان اللي شيء واحد لسوء العمل لما الإنسان منه يروح يصلي على جنازة كده ويكون واحد في الصف الأول وشايف الراجل ميت قدامه أو المرأة ميت قدامه مكفنة في حتة قماشه في لحظات راح حطوه في القبر أفلوا عليه ومشوا إنسان ما بيستحضر هذا المشهد الأخراوي إحنا كم رأينا من شباب تاب لما شاف صاحبه مات لنستشعر إن الأخرة إرايب قوي كم من الشباب اللي بعد عن كبائر وموبقات يوم ما شاف صاحبه مات على موبقة من هذه الموبقات كم رأينا شباب يعني تابوا إلى الله سبحانه وتعالى يوم ما عرفه بأمر زي ده لما حسوا بالفعل يعني أحد الشباب جاي بيقول لي أنا سبب توبتي ورجوع ربنا سبحانه وتعالى أنا كنت أنا وصحابي وقفين على عربية فول بنفطر مع بعض ودخلنا المحاضرة مع بعض وقاعدين مع بعض في في نفس البنش احنا جنب بعض لازقين في بعض كده ومرة واحدة لقيته بقى إيه فقاليته ريع علي كده فأنا بغمزه كده ومن غير ما الدكتور يقول له بغمزه كده بقول له هو الفول يعني كان سريع المفعول كده تأكلت الفول جايت تنام بقى هنا فبغمزه كده فأنا بتحلقش فبغمزه كده فأنا بتحلقش فنزقت فبزقه كده لقيته مال على الأرض وقع فبنحركه لأنا مات قال لي أنا توبت في اليوم ده عارفين ليه بيقول لي أنا أنا مالك الموت كان في المدرج وفي نفس البنش وجخد كده صاحبي من جنبي وراح ماذا لو كان الأمر مش لده لده متاخدش محمد خد أحمد فأنا مش مستعد فأنا عايز أستعد دلوقتي قرب الإنسان مننا من مشاهد الأخرة وقرب الإنسان مننا أن يشوف ده يعني ده بيؤثر جدا جدا في حال العبد وقربه من ربه سبحانه وتعالى فمن أفضل المعينات التي تساعد على العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى هي مسألة ذكر الأخرة من المعينات العظيمة جدا وده القانون رقم 5 من القواعد التي تساعد الإنسان على طاعة الله عز وجل وتعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى هو الصاحب أو القدوة دور لنفسك يبني على صاحب أو قدوة هو فعلا بيقيم العبودية لله سبحانه وتعالى شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة وسعى كم من طلابه تعلموا منه يعني طول القيام وتعلموا منه خبات القلب لله عز وجل كم من الطلبة اللي كانوا محيطين به هم الآن صوامين قوامين وكان السبب في ذلك رؤيتهم للشيخ إزاي كان بيصوم وإزاي كان بيقوم كم من طلبة الشيخ المحيطين به كانوا ما شاء الله فعلا هم كانوا أفذاذ في العبادة ولا يزنون في ذلك أسأل الله أن يبارك لهم واسر في كده وجود قدوة وجود قدوة وجود صاحب صالح إحنا مقربين منه فإحنا بدأنا نتعلم منه يعني إيه العبادة والطاعة وقرب الله سبحانه وتعالى سبحان الله كلما اتقربوا من العلماء المعاصرين أو من العلماء القدامى أو نطلع أعلى وأعلى للجيل الأول والتاني والتالت ونقرأ عن سير هؤلاء وإزاي كانوا بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى فده من المعينات الكبيرة قوي على طاعة الله سبحانه وتعالى وهذه كليكم أنموذج واضح جدا أنا شفته بعيني قد إيه وجود القدوة وجود يعني النموذج بالفعل أو الصاحب الطائع اللي عز وجل بيؤثر في الله حوالي في سنة من السنوات كنت في المسجد عندي كنا معتكفين في المسجد في العشرة يام الأواخر من رمضان وكنت في السنة دي ماشي في سلسلة التعريف بأصحاب النبي صلى سنة وبخاصة العشرة مباشرين بالجنة وتسليط الضوء على أهم ما يميز يعني أما بصرتش سلسلة الصحابي كلها لا ده أنا بأغد حاجات اللي كان مميز فيها فكانت ضر في هذه الليلة على عثمان بن عثمان رضي الله عنه وقال سيدنا عثمان رضي الله عنه كان في حاجتين مهمين أوي أو ثلاث حاجات بيميزوه حياءه ارتباطه بالقرآن وباذله للمال فقلت لهم أنا هأغد النهاردة بس ارتباطه بالقرآن ارتباط عثمان رضي الله عنه بالقرآن وقلت لهم ان تواتر تواتر ان سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يقوم الليلة كله في ركعة الوتري في ركعة واحدة يختم فيها القرآن يبدأ بالفاتحة ينهني بالناس وده قالته زوجته وقاله كثير من المقربين من سيدنا عثمان رضي الله عنه فأحد الشباب ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه ويرفع عنه الكرب والبلاء قال لي يا شيخ يعني بعد درس قال لي يا شيخ يعني سيدنا عثمان خد وكعة الوتر من أول صلاة العشاء لحد الفجر قعد يقرأ فيها مسك القرآن أو من حفظه لحد ما ختم القرآن كله قلت لقاء قال لي خلاص تسمح لي النهاردة ما صليش معكم الترويح والتهجد وأطلع أعمل زي سيدنا عثمان فأنته خلاص توكل على الله وبالفعل قام الشاب ده من بعد صلاة العشاء في رمضان دخل يدوبك على الصحور قبل الفجر عشر دقايق ودخل قال لي يا شيخ الحمد لله اليوم أنا اقتدت بسيدنا عثمان وصليت بفضل الله بالقرآن كامل في ركعة الوتر فكلمت مع الشباب تاني يوم في درس التهجد أو يوميها في درس التهجد وقلت لهم إن ده أثر القدوة وأثر إن أنا يكون لي قدوة أنا شايفه بعيني أو بقرأ عنه أدقي مؤثر فيه حصل كذا 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 تاني يوم خمسة واربعين شاب من المعتكفين اللي كانوا ميت واحد خرجوا وبالفعل ختموا القرآن في ركعة الوتر هو إيه اللي حصل أنا ما قلتش لحد أخرج صلي براكعة الوتر بالقرآن كامل ولكن هما شافوا أولا نموذج من الصحابة رضي الله عنهم ثم رأوا بالفعل نموذج من أصحابهم قاموا عمل كده فكانت النتيجة الكل يتشجع وقام يصلي رغم الصلاة العليهم ده هو وجود القدوة وجود الانموذج الصالح وحتما ولابد الطبع لس الطبع لس أنا صاحبت شيخ من المشايخ كثير الذكر لله عز وجل أنا بدون أن أشعر حريص على الاكثار من ذكر الله عز وجل أحد إخواننا دعاء كان بيحكي لي عن سفر سفره قبل أحد المشايخ وكان هذا الشيخ يعني يظل بالأربع ساعات أو الخمس ساعات في أوراد الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقولي من بعد ما شفت الشيخ اللي تجاوز المائة عام وهو بيؤدي هذه الأوراد من الأذكار والصلاة عليه وسلم من بعدها أنا لا أترك هذا الورد أبدا ليه هو وجود القدوة وجود النموذج اللي يساعدني أن أنا أعبد ربنا سبحانه تعالى هذا النموذج بيسهل علي كتير جدا الطاعة علشان كده هديكوا فلسفتها بصورة بسيطة جدا حضرتك ممكن تكون قاعد في البيت حضرتك ممكن تكون قاعد في البيت بتصلي راكعتين لله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء في بيتك فتلاقي بنتك اللي عندها سنة أو سنتين بنتك اللي عندها سنتين ويدوبك لسه بدأت تتحرك وبدأت تمشي بنتك جت وقفت جنبك بتصلي وعملت تقول أببر أببر كده وانتو كلكم شفتوا ده كلكم يعني رأيتم ده يوم ما وقفتم في البيت بتصالوا بين إيدين ربنا ولادكم جمعا لدوكم رغم أن الولد ده لا عنده عقل الآن بيفكر ولا عنده شيء ولكن هو الطبع سرق هذا الطبع هو سرق هو بيقلد وجود النموذج ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة تصلي المكتوبة وترجع على بيتك تصلي النفلة في البيت ليه علشان حضرتك تكون نموذج لأهل بيتك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الحديث فضل صلاة الرجل في بيته أي النفلة تعدل صلاته في مسجده أي النفلة ب27 درجة زي ما صلاة المكتوبة في المسجد تعدل 27 درجة من الصلاة في البيت النفلة بقى بالعكس ليه بقى العلماء قالوا حتى يرى الأبناء أباهم قدوة لهم الأب قبل الظهر صلى ركعتين وصلى الظهر ورجع صلى ركعتين شفوه قبل العصر قبل ما ينزل صلى أربع ركعت لله رجع بعد صلات المغرب صلى ركعتين رجع بعد صلات العشاء صلى ركعتين بالليل رأوه وهو يصلي قيام الليل فكانت النتيجة الأولاد هيتعلموا إيه الأولاد هيكون وضعهم إيه اسألوا كده سبحان الله يعني في كتير من الأوقات يعني علماءنا لما أبنائهم شفوهم حريصين على القراءة والمذكرة والاطلاع على كتب أهل العلم ولادهم طلعوا بهذه الصورة حريصين عندهم شغف ومسألة نافع الناس إحنا ده اللي إحنا محتاجينه يا أخوانا وجود القدوة في حياتنا وجود الشخصية اللي فعلا عندها عبودية لله سبحانه وتعالى بيأثر على كل المحيطين به أنا يعني سبحان الله أنا أعرف حد يعني عائلة من العائلات كان فيها رجل صالح جدا كان بيقول لي أنا كل العيل عندي إخوات زوجتي كلهم كانوا بتورجات وبيلبسوا قصير ومش عارف كشفين شعورهم كلام ده وجود هذا الرجل الصالح في العيلة دي بدأ يذكرهم بالله وبدأ يعلمهم وبدأ يفهمهم وبدأ من وقت للتاني يقيم الليل في البيت فهما يسألوا أختهم هو بيعمل إيه ده بيصالي حاجة اسمها قيام الليل طب ده ده عزمنا على الفطار يعني هو الاتنين ده فيه صيام آه ده سنة عنه صلى الله عليه وسلم فبيقول أنا سبحان الله ما هي إلا فترة وجيزة إخوات زوجتي كلهم اتحجبوا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنهم بفضل الله اللبس النقاب ومنهم من الناس اللي أقول لكم عليهم منهم العابدات العابدات قيام للإيه والصيام إيه وكان السر من وراء ذلك هو وجود القدوة وجود الرجل الصالح داخل المكان وده اللي كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر نبيه دور دايما على الإنسان الصالح اللي تكتسب منه هذه المعاني اللي لما الطبع بتاعك يسرق منه يسرق منه عبودية يسرق منه قرب من الله سبحانه وتعالى يسرق منه إزاي يكون يعني يسرق منه البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى يا جماعة شوفوا النهاردة الشيخ اللي كان معروف بالعبودية بين إيدين ربنا شوفوا الطلبة بتوعه عاملين إزاي شوفوا الأب اللي في بيته بيقيم العبودية لله عز وجل شوفوا ولاده عاملين ازاي بل شوفوا أمام المسجد اللي بالفعل عابد لله سبحانه وتعالى وقلبه رقيق كده وقريب من ربنا شوف بيعمل ايه في المنطقة كلها فمما يسهل على الإنسان إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى هو وجود القدوة ووجود الصاحب المخلص اللي دايما يساعدني ويقربني من ربنا سبحانه وتعالى كان الحسن البصري إذا دخل إلى السوق ضج الناس بالتكبير وما قال لهمش حاجة ولكن هم عارفين أدي إيه سوفيان أدي إيه هذا الرجل الصالح حسن البصري كثير الذكر الله فكانوا منشوفوه يذكر ربنا سبحانه وتعالى ابن شوذب يذكر الذهب في ترجمة أن الناس كانوا إذا رأوا تذكروا الملائكة يقولون لا يحسن أن يعص الله عز وجل فكانوا بيتغيروا كان الإمام مالك رحمة الله علي بيقول كنت إذا وجدت من قلبي قسوة ذهبت إلى محمد بن واسع فإذا نظرت إلى وجه بس أول نشوف وشه كده قال زاد ذلك في طاعتي وزاد ذلك في عبادتي وينفعني الله عز وجل بهذه الرؤية أياما أنه كان بيشوفه بس إنسان صالح الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إن من خيار عباد الله عز وجل الذين إذا رؤوا ذكر الله في ناس كده أول ما تشوفهم كده يبقى عندك هم وطاع وقرب وهم أنك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر عشان كده من أهم الأمور المعينة على الطاعة المعينة على العبادة هو وجود هذا الصاحب الصالح أو القدوة الصالح اللي يساعدنا نحن نزداد عبودية لله سبحانه وتعالى خدنا مع بعض الدرس اللي فاتوا الدرس النهاردة بعض الأسباب المعينة على العبودية لله سبحانه وتعالى هنتكلم في الدرس الجاي إذا شاء الله سبحانه وتعالى عن القواعد المتعلقة بالمثبتات عن الطاعات إيه الأشياء بقى اللي بتثبت عن الطاعات علشان نتجاوزها ونبعد عنها علشان يسهل علينا إن شاء الله طاعة والعبادة القرب من الله سبحانه وتعالى إذا كنا الله خيرا أحسن الله إليكم هذا وصلى الله لبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم